موسيقى السبت 23 نوفمبر 2012 سبعة ونص صباحا بتوقيت العصم اللبنانية بيروت الموعد المعتاد لبراس ريفيو ولجولتنا الصباحية على أبرز وأهم عنوين الصحف محليا طبعا الأبرز هو الأزمة الحكومية وزيارة الرئيس الفرنسي غدا إلى بيروت إلى جانب الأزمة السورية وأيضا الانتخابات الأمريكية الثلاثة المقبل كما العادي نبدأ جولتنا من صحيفة النهار من صفحة الأولى في هذه الصحيفة اللي صباح اليوم السبت نقرأ ونطلع على الآتي رسالة أولاند غدا سليمان محور الحل المعارضة تتشدد في رفض حكومة اقتلاحية العنوان آخر دائما من صحيفة النهار على صفحة الأولى العنوان هذه المرة يتناول أزمة سوريا وآخر مستجداتها واشنطن تتوقع صعوبة في إقناع تركيا وقطر بخطة رياض صيف لتوحيد المعارضة السورية عنوان ثالث وأخير من هذه الصحيفة وارد من العاصمة الروسية موسكو مدفداف ليس معجبا ببوسي رايت لكنه يرفض حرمان شابتين حريتهما وطبعا هذه الفرقة التي أدت نوع من الأغنية ضد الرئيس فلاديمير بوتن في كاتدرائية يسوع المخلص نبقى بصحيفة النهار من عنوان صفحة الأولى نذهب سريعا إلى خينة أسرار الآلهة من صفحة الثانية لصباح هذا اليوم أربعة أخبار أوردتهم النهار على الشكل الآتي تردد أن تحقيقات في فضائح مالية وحوادث أمنية توقفت أو تباطأت بفعل تدخلات سياسية لوحظ أن كل من قوة ثمينة وأربعة أذار تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية مرجعية بالنسبة إلى مصير الحكومة وتحاول تفسير كل تصريحا يصدر عن مسؤول فيها على هواها نتابع جولتنا على أسرار الآلهة والخبر الثالث يرى كل طرف سياسي في لبنان أن النائب وليد جونبلاط هو حليف لابد منه لكنه مكلف يقول ديبلوماسي عربي أن زيارة أمير قطر لقيادة حركة حماس في قطاع غزة أنهت كل علاقة للحركة بالنظام في سوريا هذه كانت عنوين الصفحة الأولى من صحيفة النهار وأيضا الأخبار الورد في أسرار الآلهة نذهب إلى صحيفة السفير إلى صفحة الأولى زيارة أولاند ارتفاع منصوب القلق الفرنسي من امتداد النار السورية لبنان إلى نادي الدول النفطية وهيئة البيترول نائمة أيضا في العنوين العربية والدولية من هذه الصحيفة صحيفة السفير لصباح اليوم السبت عنوان آخر عباس في ذكرى وعد بلفور لا أريد العيش في صفد عن الصباق إلى البيت الأبيض وآخر المستجدات هذا الصباق كتبت وأوردت السفير سلسة أيام عن الانتخابات الأمريكية الاقتصاد أولوية مطلقة ويبقى في هذه الصحيفة عنوان يتعلق بأزمة سوريا هو ورد واجاء على شكل الآتي طبعا من صحيفة السفير من صفحة الأولى لصباح هذا اليوم المجلس الوطني يتمسك بنفسه والجيش يدخل حيا في حلب وينسحب من صراقب موسكو تهاجم مؤتمر الدوحة تشجيع على العنف نبقى بصحيفة السفير وكما العاد صباح كل يوم لابد من المرور على عيون هذه الصحيفة تلقى مرجع غير مدني اتصالات متتالية من مرجع حكومي سابق يطلب فيها تدخله لإنهاء حالة شاذة شهدتها العاصمة قبل أيام في عيون السفير أيضا لصباح هذا اليوم نقرأ تردد أن ثمن قضاء ليلة واحدة في خيام اعتصام المعارضة خارج العاصمة بلغ 20 دولارا الخبر الثالث والأخير من عيون السفير شك مواطنون مؤخرا من أن سماسرة في صندوق حساس يتقادون مبلغ مليون ليرة لإنجاز المعاملة علما أن المبالغ المقررة للمواطنين تتراوح بين ثلاثة وخمسة ملايين ليرة فقط نتابع هذه الجولة على أبرز وأهم عنوين الصحف الصادرة والموازعة في بيروت ضمن بريس ريفيو مع نوين الصفحة الأولى من صحيفة الأخبار وفي عنوانها الأول بالخط العريض عن التطورات المحلية كتبت هذه الصحيفة قباني لم يسئ إلي أحد كما بعد المستقبل ولست تلميذا كنوابهم ووزرائهم الكتائب تكسر المقاطعة وأيضا على الصفحة الأولى من الأخبار صورة لنساء يقمنا بقطف الزيتون وعن موسم الزيتون في لبنان كتبت الأخبار وعنونت على صفحتها الأولى لليوم السبت زيتوننا أيضا شهيد وطبعا كل التفاصيل في الصفحات الداخلية من هذه الصحيفة صحيفة الأخبار بعد هذه العنوين نقرأ نحن ويكون مشاهدين المعلومة الواردة في خانة مقلة ودال من الصفحات الداخلية من صحيفة الأخبار وهذه المعلومة تدور وتتعلق برئيس جبهة النضل الوطني النائب وليد جوملط بعد تصريحاته الأخيرة خلال استضافته في برنامج كلام الناس وانتقاداته المتواصلة للمملكة السعودية في مجالسه الخاصة تحدثوا مقربون من رئيس جبهة النضل الوطني وليد جوملط عن امتعاد سعودي كبير من الأخير تجلى بالرسائل القاسية التي يبعث بها السعوديون عبر الحلقة الضيقة المحيطة بالبيك صحيفة المستقبل على صفحة الأولى تناولت آخر التطورات المحلية العربية والدولية طبعا في طليعتها الأزمة الحكومية والمشاورات الجارية بقيادة رئيس الجمهورية أيضا أزمة سوريا حاضرة على صفحة الأولى من صحيفة المستقبل وكما العاد نبدأ جولتنا على عنوي صفحة الأولى من الخبر الرئيس فرنجية يبرر للنظام السوري اغتيال الحسن ويعتبر معارضي ميقاتي من السنة زعران أولاند ميشيل سليمان فقط عن أوضاع سوريا نقرأ أيضا في هذه الصحيفة من صفحة الأولى مجزرتان للأسد في حارم وحلب والمجلس الوطني يرفض أي إطار بديل الثوار حريرون مدينة صراقب الاستراتيجية وقبل نحو ثلاثة أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية الثلاثة المقبل كتبت المستقبل عن هذا الصباق أوباما يتقدم على رومني في الولايات المهمة انتخابيا في صحيفة المستقبل كما العاد صباح كل يوم في بريس ريفيو بعد جولتنا وقراءتنا لعنوين الأولى ننتقل إلى صفحة الثانية إلى خانة يوقال وبحسب المستقبل نقرأ يقالوا أن أوساطا أمنية معنية استغربت عدم قيام الوزير فيصل قرامي بواجب التعزية باللواء الشهيد ويسام الحسن لا بالحضور شخصيا ولا بالاتصال هاتفيا أيضا يقالوا أن العماد ميشيل عون هاجم بعنفه خلال لقاء مع مناصرين له في كندا أعلام 14 أذار ودعا الحضور بإلحاح إلى عدم متبعة وسائل الأعلام هذه المعادية على طريقة الأنظمة الشمولية ودائما بحسب المستقبل يقالوا أن حزبا أكثريا فاعلا عمم شرطين على حلفائه في محاولة منه لعرقلة إسقاط الحكومة أن تكون الحكومة الجديدة حكومة وحدة وطنية وبرئاسة ناجيب ميقاتي ودائما الأزمة الحكومية حاضرة بقوة في الصحف اللبنانية نذهب إلى صحيفة البلد نجول بشكل سريع على صفحة الأولى وأهم المعلومات الواردة في هذه الصفحة الراعي نرفض تعطيل الدولة لأهداف سلطوية وأيضا على صفحة الأولى من البلد عنوان وخبر يتعلق بأزمة سوريا وآخر مستجداتها وصورة أرفقت بهذا العنوان والنار سورية ننتقل إلى عنوان آخر عربي أطابع من الصفحة الأولى من صحيفة البلد لصباح اليوم السبت جلعاد ديمقراطية مصر ديكتاتورية صادمة ومن هذا الخبر إلى خبر آخر عن الأوضاع الفلسطينية عباس مع أو بدون عضوية لن ننتفد إلى خفايا البلد لصباح اليوم ولصباح هذا اليوم ثلاثة أخبار نبدأ طبعا جولتنا على خفايا البلد من الخبر الأول والمعلومة الأولى ما زال وزير الداخلية والبلديات ماروان شيربل يعمل بصمت وخلف الكواليس في ملف المخطفين الذي يتوقع أن يحقق تقدما ملموسا في الأيام القليلة المقبلة تحضر في أحد الكواليس السياسية لائحة من أسماء وزراء ستستخدم قريبا لإثبات حقيقة أن لبنان يعج بشخصيات محايدة أبدأ قطب معارض انزعاجه واستغرابه من تفاصيل خطيرة أطلقها نائب معروف في حديث تلفزيوني عن ملف قضائي معقد المحطة التالية بيها الجولة الصباحية على عنوين الصحف عبر شاشة الام تي في ستكون مع صحيفة الجمهورية سليمان يتشاور في تشكيلتين حكوميتين مدعوما دوليا وعربيا ومن بر وميقاتي وجملات أولاد حوار حكومة حياد وأيضا الجمهورية أجرت مقابلة خاصة مع حاكم مصرف لبنان رياض سليمي وجاء فيها عواقب السلسلة لم تتضح بعد في أسرار الجمهورية مجموعة معلومات عن آخر التطورات المحلية والعربية والدولية والبداية مع خبر أول عن زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت قبل ظهر يوم غد الأحد أدرجت مصادر ديبلوماسية زيارة فرنسوا أولاند إلى بيروت بعد الرياض في إطار المساعي الجدية والسريعة لتغيير الحكومة نقل عن مرجع حكومي سابق رفضه محاولات تحويل تياره إلى فريق مذهبي وتصويره أنه فئوي وغير عابر للطوائف في أسرار الجمهورية وبالخبر الثالث نقرأ رأى رئيس حزب المعارض أن قيام حكومة وحدة وطنية يفقد فريقه مشروعية المطالبة بنزع سلاح حزب الله وبالتالي مشاركته غير واردة في حكومات من هذا النوع نقل نائب أقلوي عن مسؤول عربي رفيع قوله أن الأزمة السورية أمام ستة أسابيع حاسمة صحيفة الحياة لصباح اليوم أسابت خصصت عنوانها الأول لأزمة سوريا وآخر مستجداتها أكانت المستجدات الميدانية وأيضا المواقف السياسية الدولية ونقرأ من هذا العنوان مؤتمر موسع للمعارضة في الدوحة غدا لانتخاب قيادة جديدة المجلس الوطني ينتقد أي حديث عن تجاوزه والنظام يخسر سراقب ومعظم الشمال السوري ليس ببعيد عن أزمة سوريا عنوان لبناني الطابع عن الأزمة السياسية اللبنانية وزيارة الرئيس الفرنسية ومغد إلى بيروت وآخر المشاورات التي تجرى من أجل تغيير حكومي موعود ومنتظر بر يدق نقوص خطر الأزمة الاقتصادية أولاند في بيروت غدا لدعم جهود سليمان واحتضان الوضع اللبناني إزاء تطورات سوريا عنوان آخر عربي الطابع العنوان هذه المرة وارد من القاهرة العاصمة المصرية متهم رئيسي يرفض استهداف الحكم ويؤكد تركيز على سوريا والعراق التراجع عن اتهام خلية مدينة نصر بالتخطيط الاغتيال مرسي وقلب النظام نتابع هذه الجولة على أبرز وأهم ما ورد في الصفحة الأولى من صحيفة الحياة لصباح اليوم السبت عنوان آخر هذا العنوان عن كنيسة القيامة بعد حجز إسرائيل الحسابات المصرفية للبطرياركية بسبب فواتير المياه كنيسة القيامة تهدد بإغلاق أبوابها الأسبوع المقبل وبطرياركو الأرثوذوكس يتحدث عن أعلان حرب أيضا الحياة تخصصت جزء مهم من صفحة الأولى وعنوين صفحة الأولى للانتخابات الرئاسية الأمريكية والصباق المحتدم بين رومني وأوباما وآخر الاستطلاعات استطلاعات الرأي في هذا الخصوص أوباما ورومني في ماراتون الساعات الأخيرة معاركة اقتصادية ورهان على القواعد الحزبية عن الوضع الصحي للرئيس الروسي كتبت أيضا الحياة في جزء من صفحة الأولى الرجل القوي ربما يعاني جرحا قديما في عموده الفقري استدعى تدخلا جراحيا تكهنات حول صحة بوتين بعد غيابه عن الأضواء لأسابيع إلى صحيفة الشرق الأوسط وبشكل سريع نطلع نحن ويكون مشاهدين على أهم وأبرز عنوين صفحة الأولى العنوين العربية والدولية حجاب يلتقي معارضين في عمان قبل اجتماع الدوحة والمتحدث باسمه للشرق الأوسط اتفاق على أربع نقاط المجلس الوطني يرفض أي بديل له سوريا مشاورات لإعلان إطار جديد للمعارضة وحكومة انتقالية وطبعا كما هو واضح هذا العنوان عن أزمة سوريا عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية أوردت وقتبت الشرق الأوسط الأتي ارتفاع قتل العاصفة إلى 101 وغضب بين السكان أوباما يعزز فرصه ببيانات الوظائف ودعم ثمين من بلومبرغ ننتقل إلى تطورات الوضع الداخلي في مصر وآخر مستجدات أيضا الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مرسي يتوعد العابثين في الداخل ويصفهم بالأفاعي مسؤول إسرائيلي لن نتوقع أي حوار مع القاهرة وما حدث ديكتاتورية صادمة قبل الانتقال إلى بريك أعلاني نتوقف مع عنوان أخير من صحيفة الشرق الأوسط عباس أنا آخر رئيس فلسطيني يريد التفاوض جدل فلسطيني حول تصريحات لأبو مازن إذا أعدم أحقيته في العيش بصفت هذه كانت عنوين الشرق الأوسط ننتقل إلى بريك أعلاني من بعد من تابع بريس ريفيو وجولتنا على عنوين الصحف خليكم معنا أهلا فيكم مشاهديننا من جديد إلى بريس ريفيو من تابع قراءتنا وجولتنا على أبرز وأهم عنوين الصحف الصادرة والموازعة في العاصمة اللبنانية بيروت لصباح اليوم السبت 23-22-2012 صحيفة اللواء بعنوان الأول وبالخط العريض كتبت الجيش الحر يعزل حلب ويقترب من السيطرة على شمال سوريا المجلس الوطني يرفض دعوة كلينتون وواشنطن تطالب مقاتلي المعارضة احترام القوانين الدولية إلى جانب هذا العنوان عن الأزمة السورية ورد عنوان آخر عن التطورات اللبنانية عن الوضع الاقتصادي على وجه التحديد وأيضا الأزمة الحكومية الراهنة أولاند من الرياضي إلى بيروت رسالة دعم لسليمان وأبعاد التداعيات السورية ثامن من أذار الأولوية لتفعيل الحكومة والهيئات على حافة العصيان ننتقل إلى عنوان آخر دائما من صحيفة اللواء من صفحة الأولى وارد من الأراضي الفلسطينية المحتلة تصريحاته عن حق العودة تثير عاصفة عباس لانتفاضة مسلحة ما دمت بالسلطة هذه كانت أبرز العنوين والأخبار التي أوردتها اللواء منها ننتقل إلى صحيفة الأنوار 14 أذار مستعدة للحوار حول تشكيل حكومة وحدة وطنية المعارضة السورية تدعو إلى محاسبة منتهك حقوق الإنسان أيضا هذه الصحيفة خصصت جزء من صفحة الأولى للانتخابات الأمريكية إسرائيل تأمل بفوز الجمهوري الرومني والفلسطينيون لا يجدون فرقا بين المرشحين صحيفة الديار اختارت لصباح هذا اليوم أن تتحدث عن عنوان وحيد وخبر وحيد على صفحة الأولى وهذا العنوان يتعلق بالديار تحديدا وإحالتها على المباحث الجنائية الانتقام من الديار بتحويلها إلى المباحث الجنائية بدلا من المطبوعات أين الديمقراطية؟ من يحكم لبنان؟ مصدر أمني أم دولة أم القضاء؟ مصدر أمني يهدد بالانتقام ويقول من له أذنان سامعتان فليسمع نجيب ميقاتي هل أنت رئيس حكومة أم رئيس مصادر أمنية هذا أذن كان العنوان الوحيد في صحيفة الديار ومن هنا نذهب إلى صحيفة لوريون لجور الصادرة باللغة الفرنسية وهي خصصت عنوانها الأول لزيارة الرئيس الفرنسي غدا إلى بيروت أولاند يتناول فطوره الأحد صباحا في قصر بعبدة المعارضة الصورية وموسكو يحملاني على الولايات المتحدة أوباما ورومني يصباني تركيزهما على أوهايو الولاية المفتح من صحيفة لوريون لجور إلى الديلي ستار الصادرة باللغة الإنجليزية وأيضا هذه الصحيفة تحدثت عن زيارة أولاند لبيروت أولاند في لبنان لدعم الرئيس سليمان لغز الثورة العنيفة يحير الولايات المتحدة أوباما ورومني متفائلان ببيانات التوظيف ودائما الحدث الأمريكي والانتخابات الرئاسية الأمريكية الثلاثاء المقبل في طليعة العنوين والملفات التي علجتها الصحف اللبنانية والعربية هذه إذن كانت عنوين الديلي ستار ننتقل إلى صحيفة الشرق نحن وياكم مشاهدين بشكل سريع نطلع على أبرز عنوين صفحة الأولى مصادر فرنسية للشرق زيارة أولاند غدا لا تتدخل في الشأن الحكومي السلسلة الأربعاء وإلا فأضراب قطاع التعليم الخميس قبل 72 ساعة من الحسم كتبت الشرق عن الانتخابات الرئاسية أوباما يسخر من تفاؤل رومني وطبعا صورة من الحملة الانتخابية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما وهو مرشح الحزب الديمقراطي لولاية ثانية إلى عنوين أخرى تتعلق بأزمة سوريا ومجمل التطورات في دول منطقة الشرق الأوسط الوطني واشنطن تريد البعث في السلطة بعد إطاحة الأسد الحر يتحر جيش النظام من سراقب عباس يلمح إلى التنازل عن حق العودة الأمن الداخلي توضح الاعتداء على عناصرها في عرسال عنوين أو عنوان أخير رح نكتفي فيه لديء الوقت من الصفحة الأولى من الشرق مصر السلفيون يطالبون بجمهورية إسلامية هذا إذن كان العنوان الأخير عن مصر والأوضاع الداخلية في مصر من الصفحة الأولى من الشرق ولهون جولتنا على عنوين الصحف ضمن بريس ريفيو بتكون وصلت إلى نهايتها طبعا بيبقى كل أتمانيات بعطلة نهاية أسبوع ممتعة كيف محبيت تأضوها بكرة الأحد جولة جديدة على عنوين الصحف تتضمن جولة على أخبار منوعة وردت من مختلف دول العالم إلى اللقاء